نافيس 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 تعبيرا عن موقفها الرافض من مضي لجنة الإدارة والعدل بتعديل بعض البنوت في القانون الجديد للإيجارات ومن على درج المتحف اعتصم ماليكو العيقارات والأبنية المؤجرة ورفعوا الصوت عاليا نحنا بدنا حقنا بالإنون الجديد ممنوع بقى حدا أن يكلنا حقنا إنون صار نافيس وبلش يطبق نحنا بلشنا بالإخلاق وبلشنا بالدعاوة وكل واحد بده يوقف قدامنا نحنا بدنا نفسه للي عنده ببعض ضمير ووجدان بهالبلد كفى طمع بصاحب الملك سلوا 40 سن المستأجر مالي حلوا صاحب الملك يسترجع ملكه منا مضطرين وقفها الوقفة ولا الدولة مفروض فيها تخلينا نحن وقفها الوقفة مفروض تفاعل إنون وتسرعوا وتطبوا متمسكون بحقنا ولا يجوز أن يبقى مستأجرون في بيوتنا لقاء عشرين ألف ليرة فقط هكذا قال المعتصمون ملوحين بالتصعيد نرفض رفض قاطع التعديلات اللي عم بيتداولوا فيها بالنجلة الإدارة والعدل إن كان لجهة تخفيض القيمة التأجيرية أو توسيع مروحة السندوق أو وقف العمل بالإنون وإعادة تنفيزه بعد ستة أشهر الإنون صار نافذ من 28 جنون أول 2014 هذا الأمر محصوم أيها الفقراء من المستأجرين أنتم في ضمائرنا وفي قلوبنا لكن الأغنياء من المستأجرين يأخذكم رهينة تماما كما يأخذ ملكنا لكي يحسن أوضاعه بحجتكم ويأتي هذا التحرك في وقت عقدت فيه لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعا أكدت فيه الرفض القاطع لمحاولات التجميل الشكلية للقانون التي لا تلغي طبيعته التهجيرية عبر إقرار تعديلات سطحية حيث قرر المجتمعون الاعتصام يوم الاثنين المقبل ترجمة نانسي قنقر